بدأ ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم بالتوافد على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعد أن قضوا يوم التروية أمس في مشعر ميناء وانتشرت أعداد كبير من أفراد الأمن والشرطة في مشعر عرفات لتنظيم حركة الحجاج وإرشادهم وتأمين سلامتهم ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بآذان واحد وإقامتين في مجد نمرة واقتداء بالسنة النبوية وذلك بعد الاستماع لخطبة عرفة ويبقى الحجاج على صعيد عرفات حتى غروب الشمس قبل النفرة إلى مزدلفة